تتذكرون قناة الحرة عرضت تحقيقا بخصوص ما يجري في العتبات وفي أجواء المرجعيات الدينية رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث عن ميثم الزيدي وعن الفضائيين أمين عامل عتبة العباسية السيد أحمد الصافي هو الآخر اتخذ من صهره ميثم الزيدي ذراعا عسكرية وتجارية ضاربة يدير الزيدي ميليشيا فرقة العباس القتالية ويسيطر على مرآب حكومي للمعدات والآليات العسكرية القديمة تتهمه بعض أطراف ميليشيا الحجر الشعبي بالانتفاع من معاشات أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل وهمي تدفع لهم مزارة الدفاع العراقية الفيديو الذي عرضته بين أيديكم بث عبر تحقيق على قناة الحرة الفضائية وكان الحديث فيه عن عدة آلاف من الفضائيين في أجواء رجال الفساد والإفساد هؤلاء وقامت الدنيا ولم تقعد في حينها عن مثل هذا الحديث وعن الفضائيين وعن الفضائيين هؤلاء لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحدث عن أعداد هائلة هي أضعاف وأضعاف هذا الرقم من فضائي الحشد الشعبي رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حيدر العبادي هو المبرر في زيادة أعداد الحشد في زمن السلم ليس في زمن حار دخلنا سيلك سؤال مباشر لقد كان عدد الحشد على الورق كنت تسلمه مروات 150 ألف هذا المسجل لديهم لما تأتي معهم تلمسك لقد كان عددهم أنا تكلمت مع المفاتيش العام السابق ليهو من بدر وكان رجل صريح وإعطاني أدلة لا تقبل النقاش تكلم معي بشكل قاس ثم ضغطوا عليه وأسكتوا هددوه وأسكتوا تكلم معي كلام حر بالأخير رجع مني وقال أنا مصر لا يسكتوني لكاني ده ليس 60 ألف وقال أنا عندي أرقام حقيقية أنا لا أفتش فقط عن الرواتب في وقت الرواتب يأتون جميعهم وقسم يأتي عنهم ممثل يشيل الأموال بالقواني سموها الأعداد تصل إلى التسعين ألف وربما تتجاوز التسعين ألف كما يقول حيدر العبادي إنه رئيس الوزراء قامت الدنيا ولم تقعد على قناة الحرة حين تحدثت عن بضعة آلاف من الفضائيين فهذا هو حال مؤسسات المرجعية السيستانية وهذا هو حال فرقهم القتالية وهذا هو حال حشدهم الفساد والإفساد في كل مكان وفي جميع الجهات إنها المرجعية السيستانية الفاسدة المفسدة بانتياز وإلى قناة الفيحاء كاظم اللامي عضو مؤسسة العراق للبناء والإعمار والتنمية في البصرة يتحدث عن جانب من فساد العتبات السيستانية عبر قناة الفيحاء أكو عالم تبوك باسم الحيز الشعبي باسم الحيز الشعبي قاعد تبوك بالحيز الشعبي قاعد يضخب نفسه وجماعة يجيب لكتاب من شركة الكفيل ما أدري من ومن الفرقة ما أدرياها ومع العلم براعة منهم براعة منهم فرقة العباس القتالية ومن أي واحد قاعد يسرقون زين أكو موانئ تابعة للعتبات اللي يشتغل هسا مقدمين على أرصفة باسم أشخاص السادية مشكلتنا ساد فلا أنا رح أقل لك في السور وخلي العراقين يسمعونه وخلي السيد السستاني يسمعه وخلي السيد مهد الكربلاء يسمعه أملاك الإمام باسم أشخاص يا عزيزي أملاك الإمام باسم أشخاص هذا الشخص عدة جنسية بريطانية زين هذا باتر باتر ابنه يجي وقال أنا أبوي مات هاي ملكي مو ملكي مو ملكي الإمام أنا أول مرة أشوفه بهج بلد يا أخي ما صايرة والله يا أخي رحنا لإيران رحنا لإيران مكتوب هاي أملاك الإمام الثامن الإمام الرضاء الإمام الرضاء عنده تسعين محمد بس البان شنه هذي أنا أسجل أملاك الإمام باسم شخص هذا شنه هذي شنه سؤال حاشي هذا هذا يجيلي من بريطانيا يقول لي أنا ما أعرف أبوي يحب الحسين ما يحب الحسين هذا يملك أبوي والأخي عنده الجنسية البريطانية ويأخذ الأملاك أنا أدعو من الآن السيد السادة العتبة العباسية والعدبة الحسينية أرجو أن تؤسس وتشجل الأملاك باسم الأئمة مؤسسة الإمام الحسين مؤسسة الإمام الحباس احنا خدام وذولي احنا شمان قليلين دولي يعني امتنا ذولي احنا بارواحنا ونضحب كل شيء بين ما يملك بس احنا من نشوف الحرامية تملك الآن وتلعب بأمال باسم الامام مو مقبول هذا الكلام يا عزيزي هذا الكلام مو مقبول يا امام يا امام يعني شون باسم العتبة العباسية والعتبة الحسينية حلو ما عندنا مشكلة هذا التسجيل مالتك ان شاء الله ان راح قطعه وارسله للشيخ عبد المهدي الكربلائي زين حتى حتى ومو بسار رسالة فقط للشيخ عبد المهدي الكربلائي حتى الى المكتب المرجعية في النجف حتى يشوفون وحتى اذا كانوا ما يدرون معذورين ان شاء الله جماعة بس مرة احنا اطلب من تناتبها الناس اللي قاعد تسرق باسم الامة لان هما 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 ذولا مين هما ذولا مين استاذنا العزيز هما ذولا مين هما نفسهم ذولا اللي يطبخون للحسين ويمشون بالاربعين ويروحون من الكتل السياسية يسوون مجالس ويسوون اكل ولائم للناس اللي فلوس حرام والمكان مخصوب وكل شيء يعني ما بي اي ثواب كل شيء ما بي اي ثواب فهاي القوم ابناء القوم هما نفسهم استاذ كاظم شكرا جزيلا اليك كاظم اللامي ما ادري احشايا عدلة وحشايا عوجة وهم ذولا كلهم هما الحرامية هما العتبة العباسية والعتبة الحسينية هما ذولا الحرامية هؤلاء كلهم لصوص واللص الأكبر جالس في النجف إنه المرجع الأعلى كلهم حرامية اشتركوا في القناة